موسيقى وبتعرفوا سامحون احنا مرات الكنيسة الانجلية عنا بلاوة رح تزعلوا مننا نعارفين اصح تزعل عارفين ليه؟ يعني مرات بنفقد المصداقية انه كل واحد عاوز يعمل مش عاجبه اجتماع ممكن يعمل اجتماع تاني اه بتقول لي حري مزبوط في مرات يعني في يعني في ظرف اللي بتسمح لكن الاغلبية يعني كأنه فقدنا المحاسبة وفقدنا المصداقية طب ما نمشي على تعليم الكتاب المقدس ما نمشي على تعليم الرسل هذا اللي بحافظ علينا بس دايما كل المشاكل والبلوة بتبتدي من جوا البدع بيتحولوا لذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية فإذا كانوا مع شركة المؤمنين للأسف خرجوا عن شركة المؤمنين في شيء بالكنيسة المسيحية اسمه التأديب الكنسة وهذا الشيء قل ما ما يمارس ولسيما في هذه الأيام لأنه إذا كنيسة فرزت شخص من الكنيسة لمشكلة أدبية أو لهوتية أو أخلاقية ممكن الكنيسة التانية تقول له تعال حبيبي مش مشكلة تعال عنا فإذا بطل في محاسبة فالكنيسة إذا فقدت مصداقيتها خلينا أقول لك يا بالكلام الكتابي إن فسد الملح فبماذا يملح إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون إذا الشهادة المسيحية عدمت شو مصير العالم من حولنا يا كنيسة اصحي يا مؤمنين اصحوا في هذه الأيام رسالتنا رسالة المحبة المحبة أقوى من الكراهية رسالتنا رسالة السلام السلام أقوى من العداء رسالة المصالحة رسالة الخير رسالة البركة رسالة الرجاء والعالم في أمس الحاجة للكنيسة المسيحية إذا قاعدين منتعزة في بيوتنا وكنيسنا وأنلاين وعلى الفيسبوك وكل واحد نازل في كلام بكلام وإحنا مش عارفين شو عم بيصير في العالم صدقوني كتير أغلب المسيحيين ما بيعرفش شو عم بيصير في العالم ما بيعرفوش حتى شو الشخص التاني شو إيمان وشو عقيدته بيعرفش شو الأخبار اللي عم بتصير مش عم بميز معندوشش التمييز ولا حتى الحس الروحي يعني شغال بنفسه على نفسه وناس العالم من حولينا أحبائي هذا خطر المشكلة دايما من جوه اللي بيترك شركة المؤمنين مشان هيك كان تهديد الكنيسة لما بيفرزوا شخص بيسلموا للشيطان لهلاك الجسد حتى الروح تخلص تصار موضوع تاني مش عاوز أخلط بس كتير مرات ناس لما بتترك الشركة فقدت خلاص فقدت القوة فقدت صمام الأمان فقدت الحس فقدت الروح اللي اللي بيرشد واللي بعلم إذا كنت إنسان مولود من الله لابد إنه الله بشكل أو بآخر يجيبك رح يأدبك بأي وسيل رح يجيبك بس إذا أنت عايش في الكنيسة ومش مولود من الله خطر مشان هيك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم إلحق حالك قل له يا رب ارحمني يا رب ارحمني صدقني عاوزين نصلي من أجلك وعاوزين نساعدك روحيا بس اكتب تواصل معنا شيء آخر لما بيترك الشركة المسيحية أنا بتكلم عن الآيات اللي قرأتها في رسالة يوحنى بشكل عام لما بيترك الشركة بصير ينكر الإيمان وبيصل إلى وضع مش بس بينكر بقاوم بقاوم هذا الإيمان وقمة هذه المقاومة شيء ثالث يخدعون المؤمنين يعني بصير يشتر حتى على المؤمنين حتى يخدع الناس اللي داخل الكنيسة الناس اللي داخل الكنيسة لكن برسالة يوحنى بيعلمنا كيف ممكن المؤمن يثبت عنده مسحة القدوس المسحة ثابتة فيه الثبات في الشركة الثبات في الكلمة والثبات في يسوع المسيح والروح القدس الساكن فينا هو اللي بحذرنا إنه ننتبه من الأمور اللي بتحدث يعني الأمور اللي عم بتصير من غير ما تنبيلها أو تحذر منها موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة